وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري قال البابا توادروس أثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المركوسية أن فكرة وجود مجلس للكنائس موجودة في دول كثيرة وأكد البابا توادروس أن هناك خبرة كبيرة تكونت خلال العشر سنوات الماضية منذ تأسيس المجلس عام 2013 فكرة مجلس كنائس لمصر دي فكرة موجودة في دول كثيرة جدا أن مجموع الكنائس الموجودة في دولة بيعملوا مجلس لهم عشان يبقى لهم عمل واحد فمصر ابتدينا العمل ده سنة 2013 والحقيقة كانت الفكرة من أيام المتنيح البابا شنودة الثالث لكن العمر يعني لم يمهله من أجل أنه يشوفها يشوف الفكرة دي الفكرة دي تكونت وابتدينا المجلس فيه خمس أعضاء بنجتمع سويا بالسمرار وفيه لجان في المجلس بيحقق أهداف مجلس كنائس مصر هو مجلس وطني بيلعب دور مهم في دعم العلاقة والعيش المشترك في مصر ويتناول القضايا التي تهتم بالعيش المشترك فأنا بشوف أن هذا المجلس مهم والاحتفال العاشر بيؤكد ضرورة هذا المجلس وضرورة استمرار الحقيقة مجلس كنائس مصر من ساعة ما تأسس هو عمل عدد من اللجان واحدة من أهم اللجان هي لجنة الإعلام لجنة الإعلام بتشرف على الموقع الإلكتروني للمجلس وكمان لجنة الإعلام تيها دور تاني أن هي بتطلع مجلة أو جريدة الجريدة دي هي لسان حال مجلس الكنائس بتتناول أخبار كل كنيسة وأخبار المجلس النشاط مهم جدا جدا أنه الخدام والكهنة يتلاقوا مع بعض وابتدت على مستوى القاهرة ثم بعد كده امتدت على مستوى الدلتا ودلوقتي على مستوى الجنوب جنوب مصر والصعيد عندنا طبعا قضايا مهمة بالنقشها من خلال اللجان المختلفة في لجنة للعمل المجتمعي ولجنة للحوار ولجنة للشباب ولجنة للمرأة كل اللجان دي بتشتغل على مستوى القاعدة وعلى مستوى الشعب الكنيس وبتقرب وجهات النظر أبرز الملامح هو اللقاءات بين القصاويسة والكهنة عملنا سبع مؤتمرات كان كل مؤتمر تقريبا سبعين أسيس وكهن وكانوا بندرس أضايا مشتركة في الكتاب مؤدس وتحديات اللي بتواجه الكنيسة وتواجه الرعاة اشتركوا في القناة